الى ذلك طلب جاويد رحمن مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في ايران طالب سلطات طهران السماح له بزيارة رسمية للاطلاع على واقع حقوق الانسان في البلاد وقال رحمن في بيان اصدره انه مع بدء عمله قد قدم طلبا خطيا لمسؤولية النظام الايراني من اجل السماح له بزيارة البلاد من اجل فهم افضل بل من اجل فهم افضل لحالة حقوق الانسان في ايران يأتي طلب رحمن في ظل التقارير المتواصلة عن الانتهاكات الواسعة ضد الناشطين والصحفيين والاقليات والنساء وقام الاحتجاجات السلمية وقتل المتظاهرين يذكر ان ايران لم تسمح لأي من المقررين الامميين بزيارة البلاد منذ عام 2005 كما واجه المدافعون عن حقوق الانسان الذين اتصلوا بآليات حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة عمالا انتقامية من قبل السلطات الايرانية بحسب تقارير مجلس حقوق الانسان